وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بجولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان شملت زيارة مجمع هايرا الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية ومصنع بكو مصر للأجهزة المنزلية وكذلك مصنع شركة فراش إلكتريك ويوتن الدهنات والبيات الصناعية وأخيرا مصنع السويدي للمحولات الكهربائية وخلال الجولة أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية ذلك لدفع العمل بهذه المشروعات وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها وأشدد مدبولي على أن الدولة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة